بسم الله الرحمن الرحيم يعني لازم تلاقي ثلاث حاجات في لازم تلاقي ثلاث حاجات في اي الريزيستنس فورس والفورت فورس وفولكريم طيب ايه الموضوع يا مستر الموضوع ان انت عندك ثري تايبس عندك فرست كلاس لفر second test lever and third class lever امتى كنن بنقول على الحاجة فرست كلاس لفر كنن بنقول عليها فرست كلاس لفر لما كنن بنقول ان موجود الفورس والفورس يعني بيكون موجود الفورت اللي هي نقطة السبتة اللي هي مثلا المصمار مستهى في في المقص موجودة ما بين الحاجتين التانين اللي هي وكان لو انت لقيت الحاجة اللي انت بيتحاول تتغلب عليها في النص ده كان ولو طبعاً لقيت في فده كان بيبقى زي مسلا ده كان وكنا انا وقفنا لحد هنا وهنكمل بقى في listen to المقصود باللوقف ليفر كان مهم جداً نعمل المقدمة دي علشان نتكلم عن القانون الخاص باللوقف ليفر ايه مستر قانون الروافع او اللوقف ليفر اللوقف ليفر هو قانون معمول عشان يدرس اكتر علاقة الأفورت فورس بعلاقة الريزيستنس فورس وعلاقتهم بي الفولكرم ازاي مستر هو في بينهم ريليشن طبعاً ده في بينهم ريليشن قوي جداً بمعنى هو انت لو فكرت مثلاً انا بحاول اعمل ايه مثلاً بي ليفر زي الشكل اللي عامل توازن ده نفترض ان انت عندك صخرة كبيرة جداً والصخرة دي انت موجود الناحية التانية وبتحاول تحرك البار ده او الجزء ده عشان ترفع الجزء ده عشان ترفع الريزيستنس دي يقولك ايه يقولك ان هنا انت هتروح لقانون اسم قانون الروافع او لو اف ليفرس نقدر نفهم القانون ده لو احنا بصين على الشكل اللي قدامنا ده انا لو جبت بار زي ده وعملت فكس بوينت يعني عملت نقطة ثابتة كده وبدأت ان انا اجيب حاجة احطها تركز معي بقى عشان احنا هنحاول نفهم الرول دي اكتر ما نكون حفظنا جبت مسلاً شخص حطته هنا فالوقتي ايه اللي حصل الشخص انا قدر يتغلب بقوته على الليفر كله وبقى هو التوق لكل انا الوقتي عاوز احط واحد الناحية التانية يعني بص كده هو حالياً موجود فيني يعني هو حالياً موجود في الجزء ده انا لو جبت الناحية التانية شخص تاني شبهه وحطيته كده لاحظ ان الشخص ده مقدرش انه هو يتغلب عليه بص كده يعني انت بص لو حطيت اللي اتنين دول قدام بعض كده حالياً حصل توازن ليه حصل توازن عاملة زي الميزان يعني انت حطيت هنا تمانين كيلو على فجهة ده ايتي كيلو وهنا حطيت تمانين كيلو ايه اللي حصل حصل حاجة اسمها افهم بقى الكلمة دي حصل حاجة اسمها ايه البلانس ده حصل ليه يعني توازن يعني الراجل ده لو احنا اعتبرناه فورس اللي هو يعني ده ساعتها اسمه وساعتها ده بيساوي ده يعني ده بيساوي ده في القوة طب نفترض ان احنا عاوزين بص بقى ركز في الحتة دي بص لو احنا لو احنا خلينا بساً ده هنا ركز ما كان في الحتة دي لو احنا خلينا ده هنا وخلينا ده هنا والتوازن موجودة هون تخيل ان انا شلت الشخص ده وكبت مكانه الطفل ده هي دي بقى اللي احنا او هي دي الجزء اللي احنا عاوزين نوصله هل منطقي ان الولد ده يقدر يتغلم على الاتي كيلو جرام بتاع الشخص ده يعني ايه نفترض ان انت بتلعب لعبة مع اه مثلاً حد والحد ده ااتي كيلو جرام وانت الماس بتاعتك توينتي كيلو جرام هنا يجي دور الليفر فاكرين لما قلنا ان الليفر بيساعدك على تحقيق الحاجات الصعبة بشكل افضل طب انا يا مستر الماس بتاعتي توينتي كيلو ازاي هقدر اغلب الشخص اللي ايتي كيلو قال لك هنا يجي دور الليفر الليفر بيقول ايه بيقول ان انت لو عندك فولكرام والفولكرام دي رمزة هقوم وعندك ار الار دي الحاجة اللي انت بتحاول تتغلب عليها والفورس او الافورت فورس دي القوة بتاعتك انت المسافة افهم بقى الحتة دي المسافة من اول الفولكرام لحد الاف دي هنسميها فورس ارم هنسميها ايه فورس ارم والديستنس او المسافة من الفولكرام لحد الار هنسميها ريزيستنس ارم زي ما هنتعرف كمان شوي وبالتالي هنا بيظهار لي حاجة اسمها لو افليفر واللو افليفر بيكون من اربع حاجات انا لسه هكمل شرح بس خليك معي اللو افليفر بيتكون من اربع حاجات بيتكون من حاجة اسمها افورت فورس دي القوة اللي انت تديها والارم بتاعتك اندي ايتس ارم والريزيستنس فورس و ايتس ارم الارم اللي هو بتاعي الريزيستنس اللي هو على الجراف اللي احنا كنا مناتكلم عليه اللي هم فين? اللي هم قاديaltroى totalmente. وادي الارم بتاعة قادي الدراع بتاعة. وادي الزيسطنس ولادي الدراع بتاعة اللي هو اسم برضو يا مستر احنا استفدنا دا احنا استفدنا. انك بتطبيق قانون ده هتفهم انك لما يكون الفورس ارم طويل مش ده الفورس ارم وهو ده الافورت فورس اهو ده الفورس ارم اهو اللي هو بتاع الولد. لما يكون الدرع ده طويل. الولد قوته تكون اكتر. ويقدر يتغلب على القوة اللي هي بتاعت الريزيستنس. بص كده لما احنا نبعد الولد ده ونخليه هنا مسلا. بص لما نحاول نبعده اكتر. طيب بص لأ ثمانية بزبط حاجة. بص لما احنا خلينا في الوضع ده الولد بعيد عن ما هو ده كده الاسم فورس ارم. ماشي اسمه فورس ارم. او افورت فورس ارم. لو انت عاوس سامي افورت. فورس ارم. الافورت فورس ارم لما بيكون طويل ساعتها الفورس اللي انت محتاجة عشان تتغلب على الارض دي قليلة. بمعنى انك لو انت خليت الفورس ارم مقصيرة. مش هيعرف يتغلب عليه. تعالي لعبها باسلوب تاني. تعالي نبص كده. لو احنا شيلنا دول خالص. وحطينا مثلا. حطينا الولد ده رجعنا تاني هنا. حطينا في الاول خالص. وحطينا مثلا زملته. زملته دي 30 كيلو. حطيناها في الجزء ده. مين اللي يكسب? اللي يكسب البنت اللي هي 30 كيلو جرام. طب ليه هي? لان هي في الحالة دي هي الار انا مسميها ار. احنا دايما قلنا ان الجزء ده ار وجزء ده اف يعني. عشان وحنا شغالين الوقتي. فهنا الار الريزيستنس هنا. اكتر من الافورت. وبالتالي انت اللي اتنين حاطيتهم مع نفس البعد. فهتلاقي الاتقل هو اللي منزل. طب انا الوقتي اعمل يا مستر انا عاوز اتغلب على البنت دي. عاوز ان انا يكون على الاقل يكون في توازن. يعني يكون انا قده. طب انت ازاي هكون قده? ازا كان انت 20 وانت 30. ازاي انت اللي اتنين هتلعبوا بالمرجاح دي? قالك طب بص. لو بعدنا الولد ده شوية. وجربنا. هنكتشف انه حصل بالانس. ولو بعدنا الولد كمان شوية ده انت هتكتشف ان الولد بقى اقوى من البنت. الله ازاي يا مستر? هو بيقولك ان كل ما تزود الفورسة ارم القوة الضعيفة بتاعتك تبقى اقوى وتبقى اكتر. بمعنى ان انت نفترض نفترض ان انت عندك مثلا صخرة كبيرة جدا عاوز تشيلها. والصخرة دي احنا مش عارفين نحركة لانها تقيلة. نفترض ان الصخرة دي 20 كيلو. بص كده احنا جبنا صخرة هو 20 مثلا كيلو. ومش عارفين نتغلب عليها. واحنا قوتنا احنا قوتنا مثلا 10 كيلو بس. احنا قوتنا كام 10 كيلو بس. لو احنا حطينا العشرة كيلو على نفس البعد. مش هعرف ان انا اكسب العشرين كيلو. قالك تقدر تكسبه لو انت بعدت شوية بي ال آآ سويني. لو بعدت شوية بي الريزيستنس سوري بالفورس ارم. كل ما تقرب كل ما تبعد الفورس ارم هتلاقي ان حصل توازن الله ده كده يا مستر التين كيلو بقوا زي التوينتي كيلو. ازاي? ازاي في توازن بين التوينتي والتين? ازاي دول قد بعض? قالك وما مش قد بعض. انت قوتك الضعيفة اللي هي تين كيلو دي. قدرت تتغلب على التوينتي لانك الفورس ارم بعيد. الفورس ارم اللي هي المسافة من اول فول كرام لحد الايه? لحد الفورس. وده كان مهم ان احنا ندردش فيه عشان نفهم اللو اف ليفر. اللو اف ليفر بيقول ان لو انت عندك اي مسألة. والمسألة دي فيها افورت فورس. وفيها ارم. وفيها ريزيستنس. وفيها الارم تاقي ريزيستنس. زي الشكل اللي كنا في الوقتي. فمحصلة الافورت فورس باي اتس ارم. ايكوار ريزيستنس فورس باي اتس ارم. لو انت حطيت الافورت فورس في طول الارم بتاعها. هتلاقيه بيساوي الريزيستنس ارم في الارم بتاعها. وده نقدر نشوفه لو احنا حطينا مسأل رولر. وقلنا نركز كده في الرسمة اللي قدامنا. القانون بيقول ايه. الرول اللي احنا كنا بنحل بيها. بتقول ان. سواني عشان اصغر الخط شوي. بتقول ان افورت فورس. بتقول ان افورت. فورس. ده اللقف لفر. باي اتس ارم. لازم تحفظ لكلام ده. ايكوار. ريزيستنس فورس باي اتس ارم. انا لو جيت سألتك فين الفورس ارم فين الفورس فين الافورت فورس فين الافورت فورس بتان. فاني لو حطيتها بتان. بص انا متى ان بحاول ا延ت اطبق القانون. بحاول ان انا اوريك ازايいうقانون ده بيشتغل. باي اتس ارم احنا عارفين ان المسافة دي. هي ارم. المسافة دي على بعد كام? على بعد ما هو الفورس اللي هي التن. اللي هي دي. وعلى بعد كام على بعد تو. فطايم تو ايكوال توينتي اللي هي الريزيستنس. طايم اتس ارم الارم بكام هنا بواحد متره. طايم وان الله. ده انت لو قلت تو تايم تن هتلاقيها بتوينتي. صح? ايكوال توينتي. سوري انا عملت دي تن هي مفروض دي تبقى مفروض تبقى وان ماشي عشان يلي على بعد وان. فهقول تاني معلش. ايكوال توينتي باي وان ايكوال توينتي الله يبقى احنا كده فعلا حققنا ان القانون بتاع الليفر بيقول ايه? ان الفورس باي اتس ارم اكوال ريزيستنس باي اتس ارم. ده باي ده بيساوي ده باي ده. ولكن خلي بالك دايما ان لما يكون ده بيوفر طاقتك وده اللي احنا عاوزين نوصله. يبقى انا لو قعدت معاك وقلت لك تعالى نخترع تعالى نخترع هتقول لي يا مستر ده نعمل في الفورس ارم طويل ولا نعمل فورس ارم صغير. يبقى انا هسألك سؤال. وهستنى ان انت تجاوبني على السؤال ده لو التعليقات مفتوحة لو التعليقات مش مفتوحة. آآ عشان ساعات بيكون اليوتيوب ساعات بيقفل التعليقات يعني. ماشي? مش مني والله يعني ساعات بيقفل التعليقات. انا هسألك سؤال وتجاوبني عليه. وبنوعنا ان انا هشرحه ده حاول تجاوبني. بس هكمل شرح. يبقى لقف لازم تحفظه ان افورت فورس باي اتس ارم ايكوة رزيسنس فورس باي اتس ارم. وان يعني ايه افورت فورس افورت فورس دي معناها ان اتزا رستنس بتوين افورت فورس ايه افورت فورس ارم. لو احنا قلنا ان ده كده فوركريم وهنا في الاف وهنا في الار فالمسافة دي المسافة دي هي الفورس ارم او اسمها افورت فورس ارم. طيب يا مستر والمسافة دي الجزء ده ده اسمه ايه اتزا رستنس بتوين رزيسنس فورس اللي هي دي اندي اندي فورت طيب. تعال نشوف تلات احتمالات امتى الفورس تكون بتساوي يعني امتى? لاحظ الحتة دي مهمة جدا. امتى الاتنين دول اللي يكونوا قد بعض? الاتنين دول اللي هما الفورس والريزيستنس يكونوا قد بعض لو كان الفورس ارم بيساوي رزيستنس ارم. يعني لو الفورس ارم ده بيساوي ده ساعتها الفورس اد رزيستنس يعني انت لو عاوز تحرك صخرة عشرين انت لازم قوتها بتكون عشرين. هل كده انت استفدت حاجة? يعني هل كده انت وفرت اي حاجة? هل انت كده قوي? انت مش قوي. او بمعنى اصح انت عشان تحرك صخرة قوتها تونتي? انت عملت قوة تونتي استفدت حاجة? بالليفر يعني هل الليفر كده? فدك بحاجة? لأ ما نكون تردش لتها من غير الليفر. فالليفر ده بنسميه don't conserve effort. ما بيوفرش طاقة. بيساعدنيش على ان انا اكون اقوى. لو الاتنين قد بعض انا كده ما استفدتش حاجة. لو لو الفورس ارم اللي هو ده. ايه كوى رزيستنس ارم? انا كده don't conserve effort. طيب ايه تانية يا مستر? يقولك طب بص لو كان الفورس ارم longer than resistance ارم. ساعتها الفورس دي تكسب. ليه? لان هو بيقولي effort force اللي هي دي. is smaller than resistance force. الافورت فورس هنا عشان يحتل توازن. انت مش محتاج قوة كبيرة. انت محتاج اي قوة ليه? لأ. استفاكريني المثال بتاع التن والتوينتي لما كان الولد بعيد. وكان تن كسب. وبالتالي. الافورت فورس is smaller than resistance force. with this lever is conserve effort. يبقى the lever is the lever conserve effort. if the force arm longer than resistance arm. لو الحتة دي اطول من الحتة دي. طيب. لو الافورت فورس صغير. ساعتها الفورس مش هتقدر تتغلب على ال resistance. يقول لي ايه? ان افورت فورس ارم ايه سوري الفورت فورس is larger than resistance force. لو كان لو كان الفورس ارم shorter. يبقى انا علشان اعمل لازم يكون الفورس ارم يكون ايه? الفورس ارم يكون طويل. كان مهم جدا ان احنا نبدأ. طبعا اه في شوية معلومات هنقولها قبل ما نختم الفيديو ده. انه اه في المسائل لما بيجي الفورس الفورس وال resistance force يعني يجي مسلا في المسألة يقول لك ايه? ده فيه فورس تن. تن ايه تن نيوتن. تحسب بالنيوتن. الفورس والريزيستنس بالنيوتن. والارم الطول بتاع الارم بالسنتيميتر او الميتر. يعني انت لو بصيت هنا للشاك ده. لو عاوز اديك الرقم بتاع الاف هتديه لك بالنيوتن. والرقم بتاع الار هتديه لك بالنيوتن. طب المسافة دي هتديه لك بايه? يقام بالسنتيميتر يقام بالميتر. زي ما ده في المسألة اشتغل. والمسافة دي اللي هي الريزيستنس ارم ده برضو بالسنتيميتر او بالميتر. السؤال هل انا علشان اعمل بشكل افضل? والليفر ده يكون كونسيرف افرد. which one will be longer? فورس ارم او رزيستنس ارم? نقول السؤال تاني. which level will conserve افرد? when you make افرد فورس ارم لونجر او ميكينج رزيستنس فورس سوري رزيستنس ارم لونجر اعمل مين اكتوال? عشان اعمل كونسيرف عشان اوفر تقطي. اعمل فورس ارم اطول ولا اعمل ارزيستنس ارم اطول وهنكمل مع بعض الجزء ده. وعلى الفكرة هو درس ممتع. اتمنى يا ربي يكون عجبكو. لو عجبكو يا ري اتبعتوه لزمائلكو. لان الناس كتير محتاجة الدرس ده. هنكمل مع بعض ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. باتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح. كنت معاكم مستر احمد الباشا.